أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة مخزن يحتوي على الآلاف من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية إليكم التفاصيل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تمكنت من ضبط مخزن يحتوي على الآلاف من المواد التجميلية منتهية الصلاحية حيث يقوم مالك المخزن بتغيير تاريخ انتهائها وعادة بيعها على المحلات التجارية كمواد سارية الصلاحية مما يتسبب بالضرر على الصحة العامة تعليمات السيد معالي وزير التجارة محمد العيبان ومتابعة مدير إدارة الرقابة التجارية السيدة برهمان طيري تم ضبط مخزن في محافظة حولي يقوم هذا صاحب المخزن طبعا يتبع لها شركة كبرى في تجديد مواد طبية أو مواد تستخدم في التجميل منتهية الصلاحية بالأساس يقوم في نزع التاريخ الصلاحية الغدين ووضع تاريخ صلاحية بمنصق ووضع صلاحية جديد كذلك بختم تاريخ صلاحية جديد كوادر وزارة الصحة وعدد من رجال الأمن كانوا على الموعد لمساندة فرق وزارة التجارة طبعا متكلف من إدارة التفتيش الأدوية مدير الإدارة الدكتور ريم العيسى وبالتعاون المشترك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة توجهت لجنة من إدارة التفتيش الأدوية إلى المخزن المذكور اللي هو في السانونية ولاحظت اللجنة عدة نقاط مهمة أهمها اللي هي مخالفة شروط التخزين والأدوية موضوعة أو محطوطة على الأرض مباشرة ثاني شغلنا لاحظت أن المستحضرات الطبية تحمل إدعاءات طبية طبعا بعضها يحمل تاريخ صلاحية منتهي وبعضها صالح ولاحظت اللجنة بعد أن بعض الأصناف يعاد تاريخ انتهاء صلاحية عن طريق استكر موضوع بحزم وهمة فرق وزارة التجارة والصناعة سيكون الإقلاق والإحالة إلى النيابة هو مصير كل من يحاول الاستهتار في صحة المستهلكين والغش في المواد الاستهلاكية سالم المانع تلفزيون دولة الكويت